انعطاف هو الابرز بمسار الحرب على قطاع غزة يدفع ثمنه لبنان وتحديدا جزءه الجنوبي فبعد غارة اسرائيلية خاطفة بطائرة مسيرة استهدفت اجتماعا لعدد من قادة صف الاول في ميليشيا حزب الله اللبناني في قرية جويا واسفرت عن مقتل اربعة عناصر في الميليشيا ابرزهم طالب سامي عبدالله الملقب بابو طالب القيادي في الميليشيا ردت الاخيرة بقصف الاراضي المحتلة بالصواريخ وقذائف الهون انتقاما لعملية الاغتيال الاسرائيلية ضد زعاماتها وفي وقت لا تزال جبهة جنوبي لبنان مشتعلة مع توسع عقعة الضربات المتبادلة بين الجيش الاسرائيلي وميليشيا حزب الله قررت الحكومة اللبنانية صرف مساعدة مالية بقيمة مليار وثمانمائة مليون ليرا لبنانية لذوي قتل حزب الله قرار اثار غضبا واسعا في الاوساط الشعبية حول مشروعية تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الشحيحة اصلا لتغطية دفع تعويضات لذوي عناصر ميليشيا حزب الله كما ان تلك الاموال يتمدفعها بفعل قرار حرب لم تتخذه الحكومة اللبنانية ولم يؤيده معظم اللبنانيين لسيما ان ميليشيا حزب الله تتصرف دون الرجوع الى الحكومة او مجلس النواب فضلا عن تجاهلها الازمة المالية والاقتصادية التاريخية التي يمر بها البلد منذ انفجار مرفع بيروت قبل نحو اربع سنوات حيث لا تزال الدولة تعجز عن توفير رواتب موظفيها بشكل منتظم وهو ما يشير وفقا لمراقبين الى قوة نفوذ الجماعات الموالية لايران داخل لبنان والساعية الى جر البلاد لأتون حرب قد تقوض سيادة هذا البلد وتفقده المزيد من اراضيه اذا ما نفذ جيش الاحتلال اجتياحا عسكريا بريا مغامرات لبنان عبر اتباعها جنوب لبنان اسفرت عن مقتل 462 شخصا في الاقل وتدمير اكثر من 700 منزل حتى الان اضافة الى اكثر من 10 الاف شخص نازح او متضرر ورغم اغتيال العديد من قادتها البارزين تصر ميليشيا حزب الله على تنفيذ الاجندة الايرانية وجر لبنان لمزيد من الدمار والتمزق السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي بينما المستفيد الاكبر من هذا المسار هو الكيان الصهيوني ترجمة نانسي قنقر